مرحبا معكم الدكتور انتون. انا هوني بتبليسي بجورجيا. اليوم موضوعنا عن المرأة الغير صالحة او الكزابة. يعني بتكون تسألوني شو المرأة الغير صالحة او الكزابة. المرأة اللي بتدل تحكي على جوزة انه هي هو مريض نفسي. بتكون تعرفوا انه هيدا مرأة فشلت او عزت انه تضحك عليه لزوجة. لانه هيدا انسان كتير زكي. ما قدرت تمرق عليها لعيبة واكذيبة واحتيالة. والفشل وصله لانهيار انه لحتى تتهجم عليه وتدهمه انه هو مريض نفسي. فاي رجال عم بيعاني من هيدا الموضوع ببيته ومرطه بتقل له انت شخص مش منيح وبتقل له انت مريض نفسي او قبض غير صالح. وآآ وغير مسئول وإلى آخره. عراف انك شخص انت ما عم تقدر هي تحتال عليك ولا تكذب عليك ولا تخونك لانك لقطة من اخوانيقة. وهيدي مرأة مانا صالحة ابدا وهيدي انا بنصح انه تطلقوها باسرع وعد او تبتعد عنها. المرأة اكيد كمان بغير موضوع. يعني ما هو المرأة بس بتحكي عن جوزة بالامنية مثلا انه بتصير تجامله بالبيت وحبيبي وكذا وهايدا بتغنجه ومدرشه كل الوقت وهيك يعني اوفر كتير. هيدي مرأة بتكون كمان كزابي ودجالي اه لانه بكون هو الزلمي طرطور بالبيت مانه زلمي يعني بتقول له عود عود وقاف وقاف روح روح وطع طع وعمل اللي بدي ايه وكذا وبتضحك عليها بكلمتين حلوين. المرأة الصالحة يا اعزائي بتخاف على سمعة جوزة. المرأة الصالحة ما بتضحك عليه. المرأة الصالحة ما بتلت لتحكي لا عند اهله ولا عند اصحابه ولا بتسمع لحدا من كل هؤلاء المعارف اللي بتعرفهم واصحاب البنات والى اخري ولاد عمه ولاد خليته والجيران ومدرشوه كمان ما راحل بتلت لت عليه. المرأة الصالحة ما بتلت لب محل. المرأة الصالحة هي ستيرة. بتخاف على زوجة اذا ما بتجامله كتير. بالعكس بتكون كتير اه طبيعية. وبتخدمه بتفربش بكلامة بتخدمه بتعبها بوقتها بكل شي يعني بمحبتها بعاطفتها. بس مش بكلامة وحابي بروحي ومدرشوه هيدا كله ارض حكي هيدا وتمثيل وتجيل. هاودي اغلبهم بنات شرمية كذبين ما تصدقوهم انتبهوا يا رجل انتبهوا. انا عم بعطيكم هيدا وضوع عن خبرة مش مجرد واحد لا اتكتاب بس اريه وهيدا وعم بيجي عم يعمل هلا بشي اسمه فيديوهات ع السوشال ميديا بس لا يشيب معجبين لا. انا بالعكس من قلبي عم بنوركم لحتى ما توقعوا بنفس المشكلة اه اللي انا اكيد وقعت فيها اه وتعلمت اكيد والحياة تعلمتني وكان في حد ناس اكيد وبعضهم بيحبوني وبينوروني والى اخره لانه كل انسان اوقات بضيع ما بينتباه لديك بدك شخص طرف تالت كمان ينتبه معك لانه بتعرفه يعني ظروف الحياة والمسؤوليات والضغط النفس والى اخره كله بأثر هيدا على الوعي والتفكير والانتباه بشان هيك اوقات واحد بيه وامه وخيه يمكن يلفطن ونظره على الشغل ما يكونوا منتباه لها ويصير برائب وبشوف يعني حمد الله الله عطينا نعمة العقل ونعمة النظر اه بنشكره كل يوم على هيدا الشي وبرجع بقلكم المرة الصالحة ما في زملات جامل ولا غير شي مرة الصالحة بتعمل شغلة واجباتها تجاه بيتها وتجاه ولادها وتجاه جوزة وهيدي هي افعاله هي اللي بتبرهن مش كلامه والمرة الغير صالحة هي المرة اللي بتدلت لت لت وبتتهم جوزة انه هو مريض نفسي والى اخره بتهاجمه وبتشارعه وبتنق عليه وبتحكي عليه وين ما بتروح لانه هيدا مش قدرت له لانه هيدا انسان زكي وهنا بالقل الرجال التارطور هو الرجال اللي بتضحك عليه مرته بكلمتين حينو حبيبي وعيوني وبيضحكوا اياها وهي بتبقى عم بتركب مليون واحد على اونيك مطرح فانتبهوا كتير بتمنى انه هيدا الفيديو يكون فاتكون وتنتبهوا هيدا الموضوع مش مزح تربية العائلة موضوع جدي لبناء مستقبل مش بس لعائلتك لبناء مستقبلك بناء مستقبل وطن اللي عايش فيه لانه اذا كملنا هيك ما في مستقبل لا لعيالنا ولا لأولادنا ولا لأي وطن عايشين فيه لانه اللي بيعمر هو الانسان اللي عنده عاطفي الانسان اللي بيصالح الانسان غير صالح لا يعمر ولا يبني فمنشوفكم الى اللقاء بحلقة جديدة مع الدكتور انطون بنصيحة جديدة بعلوم الاجتماعية وعلوم الحياة نراكم